اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على الدور الذي تلعبه جمهورية مصر العربية الشقيقة في إحلال السلام في العالم وأشهد سموه بالدور البارز الذي يلعبه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة جاء ذلك خلال مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في منتدى شباب العالم حيث كان سموه متحدثا رئيسا في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام ذلك بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية وأشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في الجلسة الافتتاحية مع مجموعة من المحاضرين من مختلف الدول العربية والإفريقية وقدم سموه التعازية إلى فخامة الرئيس المصري والشعب المصري الشقيق في الحادث الأليم الذي وقع قبل عدة أيام في مصر والذي يترجم النوايا الإرهابية في استخدام دم الأبرياء وأشهد سموه بالتاريخ المصري على مختلف العصور والتطور الكبير الذي تشهده الجمهورية المصرية وتحدث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن ثلاثة محاور أساسية في رؤية سموه الشبابية في إدارة السلام حيث أكد سموه أن الأمن هو العامل الأهم لبناء المستقبل المشرق للشباب وتطوير قدراتهم بالإضافة إلى النقطة الثانية وهي الرعاية الوطنية والنقطة الثالثة وهي الأمل ومصداقية الأمل حيث أشار سموه إلى أن الأمل واجب على الجميع أن يتكاتف من أجل مصداقيته لعمل مشرق في الدول وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الرياضة تعتبر عاملا مهما لحل النزاعات وأوضح سموه أن مملكة البحرين أصبحت نموذجا فاعلا لشغل المجتمع بالرياضة والابتعاد عن كافة الأمور الأخرى منها السياسية والخلافات وغيرها لسيما أن الرياضة تعتبر حلا للنزاعات مشيرا سموه إلى أن العديد من المنجزات الرياضية التي تحققت في الفترة الماضية وبعد ختام الجلسة أشار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في تعقيبه على مناقشة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حيث أشاد فخامة الرئيس بحديث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والمحاول التي طرحها موسيقى 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 نحن في بلد لا يحق لنا أن نعلم المصريين معنى السلام والتعايش أنا لا أبتدع الكلام أنا تمنيت أن هذه النقطة تثار لكن الحق يجب أن يقال سيدي الرئيس هناك ثلاث نقاط رئيسية الأمن والرواية الوطنية الإيجابية وصناعة الأمل ذات المصداقية العالية جميعنا نعرف هذه النقاط وجميعنا نعي مدى أهمية هذه النقاط لكن هناك مقارنات عندما أقول الأمن وأشدد على الماضي وسهولة صناعة الأمن الماضي في الماضي كنا نبني الأسوار والقلاع وهذا هو كان الأمن وكنا نقفل المدينة وتصبح المدينة آمنة ومن يخالف داخل هذه الأسوار يقطع رأسه فهذا كان معنى الأمن في السابق وتطورت الأمور إلى أن التهديد أصبح داخل هذه الأسوار التهديد أتى داخل بيوتنا التهديد والخطورة والرسائل القير واضحة والأخبار الزائفة أصبحت في جيوبنا في هواتفنا الذكية وإلى آخر كانوا الناس يبعدون من المجالس الذي لهم رأي قير صائب ولكن الآن دخلوا في بيوتنا عن طريق الأجهزة الذكية فمعنات اليوم يجب أن ننواجه الأمن بطرق جديدة وابتكارات جديدة وبطرق غير اعتيادية هناك أمثلة كثيرة وهناك نجاحات كثيرة وكلما ازددنا شرف بمقابلة فخامة الرئيس مع سيد جلالة الملك حمد بن عيسى الله يحفظه إلا أن نحن نبتهج بمشاريع فخامة الرئيس الجديدة أما بالنسبة لي لا مستحيل فهي الآن أمامكم أمام نصب عيونكم وصل فخامة الرئيس إلى أن يبني مدينة فوق الجبال لأول مرة في مصر وهي مدينة الجلالة إن شاء الله مستقبلا في الغريب ترجمة نانسي قنقر